للوقوف على آخر تطورات ما حصل في قضاء الزبير ينضم إلينا مرأسلنا من هناك مصطفى شمري مصطفى مساء الخير بداية ما هي آخر التطورات فيما حصل في قضاء الزبير وكم بلغ عدد الضحايا بين القوات الأمنية والمواطنين هناك تفضل نعم تحية طيبة لك يا زميلي بخصوص موضوع حادثة الذي حصل في قضاء الزبير لغاية الآن يعني هنالك أخبار وهنالك أنبات تتجاور حول موضوع هنالك خمسة أشخاص تصيبوا مواطن لكن اليوم الأقصائية الرسمية والحقيقية من المصادر الحكومية التي جاءت في تحرين عنه وإصابة مواطن ومنتسب من الشرطة المتوجدين الذين كانوا في عملية إزارة التجاوزات المتجر يوم حملة إزارة التجاوزات شملت محافظة البصرة بالكامل كافة المعادة المتوجدة في محافظة البصرة هذه الحملة تسعت وتسعت القتال الآن وصلت لها قضاء الزبير ما شاهدناهم هو غضب كبير وغضب شعبي كبير من خلال المواطنين يسكنون دور التجاوزات وهؤلاء المواطنين الذين لذات الآن يرفضون أن يتم إزارة منازلهم عنوة عنهم أو بيئة القوة في حال لم توفر لهم الحكومة المحلية مساكن أخرى أو حلول أخرى بدلا من المنازل التي تحدثت من النتيجة اليوم إذا تحدثت عن تجاوزات في المحافظة المحافظة تجاوزات كبيرة جدا عدد من منازل منتشرة على مناطق مهمة في مدينة البصرة وأنا أخذ هذا المشروع هو منازل التي تجاوز سوف تزال هذه لكن هناك قطال بعض من سنة دور التجاوزات بأن يعوضوا بأرض السكنية وحتى يعوضوا بمنازل أخرى من المنزل وحدث اليوم في قضاء الزبير هو ليس بالجديد على حادثة التجاوزات في المصر تتكرر يوميا إزارة التجاوزات ولكن الضحية هو المواطن المصري المصري الذي يهجم داره والذي يهجم من داره نعم مصطفى شمري مراسل لنا من البصرة شكرا جزيلا لك